السلام عليكم ازايكم عاملين ايه رب تكونوا كويسين وخير يصحط الله وكادكم حبايب قلبي بكل خير ان شاء الله بإذن الله فترة دي لاني هتكون الفترة دي من اكتر الفترات اللي انتو عندكم تغيرات حلوة وراحة من بعد تعف في حياتكم في دلوقتي ايه الاحداث اللي عندك و ايه التقدم بس انت كل احداثك كلها لان انت حرفيا عندك جواز هيتم عندك خطوب هيتم عندك فرحة هيتم الله واعلم لكن انت هتكون مبسوط جدا الفترة دي لان في اكتر من حاجة في حياتك هيتم على خير وهتكون رضا من عند ربنا سبحان الله وتعالى ودلوقتي هنشوف الكراءة بتاعتك فيها ايه ونقول بسم الله نبص الفنجان بتاعك اصلا لونه وبيدل على الاحداث الحلوة نشوف بقى مع بعض الطالع بتاعك والتوقعات ونشوف ايه الاخبار اللي عندك بسم الله طيب والله اللون اصلا وحده يفتح النفس يعني اللون بتاعكم بيدل على التبشرات وعلى الاخبار الحلوة بسم الله اللهم صلي وبارك على سيدنا محمد اول حاجة انتو عندكم خير او عندكم فرحة او عندكم امر جديد هيتحقق الفترة دي ليه بقى عشان الفترة دي فترة حساسة جدا انتو هنا عندكم حد هتكتشفوا على حقيقته حد عاملك نميمة وكان سبب بشكل كبير جدا في المشاكل اللي انت فيها او بتمر بيها كمان انت عندكم ردة فاعل ردة الفاعل دي هتكون قوية جدا بس عندكم اسم محمد وفوق اسم محمد فيه وعقة صحية ده بيدل ان انتو في حيرة وفي خوف واسم محمد ده في حياتكم او في حد قريب منكم كمان انتو هنا فيه ازمة هتم مريتوا بيها وعلى وشع ان انتو تتخلصوا منها آآ كمان البعض منكم بيعاني من شوية امور مدايقات في شوية خلاف بينهم وبين حد عنده خلاف مع اخت خلاف مع اخ خلاف مع اخ خلاف مع حد من وضع الطمع او من وضع ان هم طمعانين في المال بتاعكم بس انتو مش عارفين تتعاملوا ازاي او ما عندكمش ردة فاعل الفترة دي فيه شخص شخص غريب مش من مش من تابعكم الشخص ده مركز معكم جدا آآ ودايما بيحاول بقدر مستطاع يدخل بيتكم ويحسب لكم كل حاجة هو اصلا طمعان في كل حاجة في حياتكم انتو صراحتكم آآ ودايما انتو بتكونوا صراحة مع الناس الاخرينيين ده اكبر غلط انتو بتعملوه الفترة دي والصراحة بتاعتكم بتوقعكم في مشاكل وبتخليكم انتو حيرونين وبتخليكم انتو عندكم معقعة صحية كمان الفترة دي فيه خبر او فيه رسالة او فيه مكلمة تخص حد انتو مستنينها بقالكم مدة الرسالة دي هتكون خير واقرب مليكم هيكشف لكم سر خطير بينكم ما بين حد ومش هتكونوا متوقعين بردة الفعل البعض منكم عندهم مواجهة مع شخص او حد عندهم مواجهة وهيحاول ياخد قرار حاسم ويتصرف باللي هو ينسبه كمان انتو عندكم مناسبة حد هيتصل بكم فيها او حد هيدعيكم المناسبة دي هتروحوها وهتكون حفلة زفاف او حفلة عيد ميلاد او خطوبة هتكون مناسبة حلوة كمان انتو هنا زعلانين على نفسكم جدا من قلة نومكم مش منتظمين في نومكم ولا مستقرين في اكلكم ولا شربكم ما فيش توازن عندكم ودايما القانين عندكم عودة للحبيب الفترة دي او لقاء يخص الحبيب كمان انتو هنا في مكلمة برضو مستنينها بخصوص الشريك المكلمة دي هتغير حتى الموت بتاعكم او هيبقى انتو في انتظار مكلمة دايما نقول احترسوا من شخص بيحاول يستغلكم بطريقة انتو عارفينها كويس جدا وبعد كده هتبعدوا عنه هتكرروا ان انتو ما تتعاملوش معاليه تاني عشان هتشوفوا في عنيه الحجد والغل وهتشوفوا هو ازاي بصص لكم البصة الغريبة دي وانتو بطول الوقت مش وغدين بالكم طول الوقت بتتعاملوا معاها طول الوقت حابين ان يكون موجودوا في حياتكم وانتو هنا مأزيين بشكل كبير جدا او بشكل مؤزي يعني مأزيين اوي خايفين من ردة فعل فيه قلق فيه حيرة فيه نميمة تخص حد عليكم او تخصكم انتو على حد الله واعلم بس فيه نميمة عندكم كمان هنا فيه مشروع والمشروع ده هتكسبوه حلو جدا وهي بس هو محتاج دعم محتاج حد يكبره لكم محتاج انتو تبزروا موجود فيه اكتر عشان المشروع ده هيبقى نجاحه عظيم على حياتكم وهيكون فيه ازدهار قوي ان شاء الله بإذن الله الفترة اللي جاية ليه علشان انتو من خلال المشروع ده هتحط رجلكم على ارض صلبة وهيبقى لقاء حلو طيب انتو عملتوا خير مع حد وتردلكم العكس فيه خير او فيه كرم او فيه فضل انتو افتن مع حد فيه وتردلكم العكس وزعلتوا جدا وقلتوا ليه انتو بتعملوا فينا كده رغم ان احنا فعلا كانت نيتنا اتجاهكم خير كانت نيتنا اتجاهكم بصنح بطاقة ايجابية فانتو قررتوا ان انتو تمشوا بتبعدوا عن الشخص ده وما تتعملوش معاه لأي سبب علشان لقيته هو فعلا حقوت بسم الله اللهم صلوا وبارك على سيدنا محمد طيب انتو مضغطين الفترة دي جدا وحسين ان الايام دي تقيلة على قلبكم مش عارفين ايه اللي بيحصل بس ربنا هيسطورها معاكم الفترة دي وهيسهلكم حاجات كتيرة جدا انتو حسين ان هي مستحيل تتسهل كمان فيه ورقة هتخص الحكومة او تخص المحكمة هتخلص على خير انتو محتاجين تغيير هنا فيه زيادة في الرزق فيه زيادة في المال فيه زيادة في الوضع اللي انتو في التحسن باذن الله بس من وقت للتاني بتجيلكم طاقة احباط بالكسل والتفكير السلبي والخمول والصداع المستمر وعشان كده انت عندك انتو عندكم عين حقودة وحسداكم وبترائبكم في صند دايما اقول لكم خدوا بالكم وينتبهوا من اي حاجة في حياتكم حتى من ملابسكم كمان البعض منكم هنا بدأ يهتم جدا فعلا حرفيا بدأت يهتموا بنفسكم وبدأتوا تعالجوا المشكلة اللي عندكم او تعالجوا الحاجة اللي بتاخد الطاقة بتاعتكم انتو معروفين عنكم انه انتو اشخاص روحانيين جدا بتكتشفوا النفاق والكسب وتكتشفوا كل واحد على حقيقته وبتتعاملوا معاه بطريقة مزاي الاول يعني التغيير فعلا بان عليكم او انتو ما بتقولش حابين اصلا تتعاملوا في العلاقة دي او ما بتقولش تتحملوا مع الناس اللي هي بتتعامل معاكم بطريقة غير مباشرة في شوية تعب ظاهر جدا على وشكم اه وده قلة نوم رفعين اتكم لربنا وبتقولوا يا رب احنا محتاجينكم سهل لنا الامور اللي احنا فيها حاليا بس في شوية زعل جواكم وبتحاولوا تضحكوا وبتحاولوا تظهروا ان انتو اقوى ناس في العالم بس طبعا الطاقة دي مقصرة عليكم بس باذن الله هتعدي على خير وفيه كمان عوض من عندي ربنا وهيكون رز واسع البعض منكم فيه طريق سفر مفتوح قدامه هيدخل فيه بس هو محتاج شوية مجهود وشوية عمل زيادة بينك وما بين الشريك او بينك وما بين الشريكة فيه مشاعر مستخبية فيه امور مستخبية الله اعلم فيه شخص هنا بيحبك ومش راضي يبين او مش مش عايز يظهر محبته اتجاهكم او فيه امور هو بيفكر فيها فيه اخد وعطى عندكم الفترة دي فيه ترقمات جوا قلبكم بس مش عارفين تتعاملوا بيها ازاي او مش عارفين تبدأوا ازاي فيه كزا امر بدايقكم دايما بتحس ان انت فيه تقل على السدر ومش عارفين ايه السبب كمان انتو هنا ايه عندكم ايه طاقة الطاقة دي هتخليكم تتغلبوا على اكتر الامور اللي في حياتكم وهتخليكم تدخلوا في فترة حلوة بس كمان فيه الغاء قرار انتو خدتوه يخص عمل حسيتوا ان انتو تسرعتوا فيه فدلوقتي بدأتوا ان انتو تطلعوا نفسكم من القرار ده وهتنهو وهتحاولوا تكبروا دماغكم شوية مين الشخص اللي محتاج منكم مساعدة او نصيحة وانتو هتقفوا معاه وهتساعدوه لو انتو في علاقة عاطفية اللي ومين دول حاولوا تحافظوا عليها وبلاش مشاكل كل شوية وبلاش ان انتو تغيروا على الشريك بشكل سريع او بشكل طول الوقت علشان الشريك ممكن ما يكونش متعود على كده فده تخلق المشاكل بينكم مين عندكم عايز يغير تليفونه او عايز يغير حاجة عنده انتو نوين تطلعوا تعملوا حاجة جديدة وانتو تصدقوا عن مال عندكم او فيه صدقة صدقة جارية انتو هتعملوها الفترة دي وهتكونوا مبسطين جدا ان انتو فعلا هتعملوها كان فيه حاجة محيراكم وسمعتوا بخصوصها اجابة او بخصوصها حاجة حصل الكلام لا؟ سمعتوا بخصوصها امور او امر عايزاكم تحرصوا في التعامل وفي الكلام مع الناس اللي حواليكم وبلاش من وقت اللي التاني اتدخلوا نفسكم في حيرة وفي ترقمات سلبية عشان الترقمات عندكم ملازماكم في اكتر من حاجة ومخلياكم دايما عندكم خمول وكسل وارهاك مش طبيعي كمان البعض منكم عايز يعمل حاجة بس الاهل مش وقفين معاه ومش جايين جنبه او مش وقفين جنبه وانت هنا يعني ممكن انتو عايزين حاجة وفي حد واقف وشكم ومش عارفين مميزين جدا ان انتو بتعرفوا حرفيا تظهروا الناس اللي حواليكم اه معروف كمان ان انتو بتعشقوا اللون الاسود واللون الاسود ده بيديكم طاقة ايجابية وعشان كده البعض منكم اغلب جدوم وسودة او اغلب الهدوم بتاعتوا فيها اللون الاسود اه كمان حرفيا حرفيا خرقتوا ناس من حياتكم ومن وقت الناس اللي انتو خرقتوها من حياتكم دي طول الوقت لا اما التليفون مقفول لا اما التليفون صامد لا اما ما بتردوش على حد بدأتوا حتى التغير يظهر عليكم اه في حد بيحبكم قوي وبمجرد ما بيتكلم معاكم بيعرفكم من نبرة صوتكم بيقول لكم اذا انتو فيكم حاجة او انتو كويسين او انتو في حاجة ما بيعرفكم على طول مين السبب اللي كان تأجير رئيسي في المخططات بتاعتكم او في التفكير بتاعكم ممكن تكون انتو كنتوا جايبين مشروع او جايبين ورقة او قلم وبتمشون بالورقة او القلم وفي حاجات كترة جدا تأجلت عندكم في عمل جديد وخطوة جديدة في انتظاركم هتكون مليئة بالتفاقل وهتظهروا طاقة جديدة كمان علاقتكم بالحبيب بدأت تتحسن عن الاول ممكن يكون عندكم انتو برج الدلو برج العقرب برج الاسد برج السرطان عندكم برج من دول هيكون في رجوع او هفي حد هيرجع لكم ندمان على قرار انتو خدتوه او على موقف حصل فانتو من بعد الموقف ده خدتو قرار انتو شايفين نفسكم ان انتو في مرحلة صعبة لكن المرحلة دي هتتحول لنجاح كبير جدا في حياتك للافضل وهيبقى فيه بشرة انت منتظرها بقالك مدة هتحصل على خير طب انتو محتاجين حد هنا بشدة اوي في حد عمين تدع ربنا ان هو يقف معاكم محتاجين حد فعلا الايام دي نبضات القلب سريعة عندكم وبتفكروا كتير جدا او فيه حاجات عايزين تعملوها بس بترجعوا الورا ومش عارفين تبدأوا ازاي اقدر اقول كمان ان هنا فيه بداية بداية فترة الحصدا التامن اللي انتو عملتوه وفيه حلم جميل جدا عندكم هيتحقق بس حاولوا تستحلوا بالهدوء وبلاش التفكير السلبي مهما يكون عشان التفكير السلبي بيوزع عليكم طاقة سلبية وبمجرد ما بيوزع عليكم طاقة سلبية بتتحكم فيكم ما بتبقوش حاسين بطعم اي حاجة حواليكم طيب فيه حد انتو بينكم ما بينه علاقة بس فيه اختلاف او فيه عراقيل بينكم انتو رأي طول ما انتو مصممين على حاجة ما فيش حاجة اسمها توقف الحلم بتاعكم ما فيش حاجة ان انتو ترجعكم عن اي حاجة انتو عايزينها وبلاش تقنيب الضمير على حاجات انتو ما عملتهاش على حاجات انتو ما تعرفوش عنها حاجة دايما عندكم تقنيب الضمير ودايما ضميركم بيقنبكم في كل حاجة انتو ممكن يعني فعلا حرفيا يعني ما يكونش عندكم خلفية عنها وتلاقوا كده الضمير كله عندكم انتو او كل الناس تحطوا اللوم عليكم الفترة دي عندكم طاقة حسد والحسد ده مقصر عليكم زي ما قلت لكم في اكتر من حاجة فيه اتنين عايزين يعرضوا عليكم عرض والاتنين دول هيكون عرض حلو وهتحسوا ان العرض ده جاي لكم من عند ربنا علشان يكون تطبع على حياتكم انتو في اختبار من ربنا لازم تتحكموا في الوضع اللي انتو فيه بالعقل مش بالقلب ما تخلوش العاطفة هي اللي تسيطر عليكم فيه مفاجأة حلوة من شخص هيتكلم معاكم وهيوسلكم لطريق خير او لطريق جديد او لموضوع جديد الله اعلم بس هيفتح معاكم طاقة تانية خالص في حياتكم افعى او في حياتكم حد بيأذيكم حد بيتمنى لكم الشر وانتو هتعرفوه فهتتعاملوا معاه بطريقة تانية فيه ناس حواليكم اكلت من خيركم ونقرت جملكم الناس دي من الناس المقربة لقلبكم كمان بالكم مشغول وحيرانين جدا في موضوع او في طاقة معينة في مشروع او قرار هتاخدوه الفترة دي هيفرح قلبكم او ممكن يكون الخبر اللي هيجلكم بعودة الحبيب ودايما نقول ما تتسرعوش ابدا في قراراتكم مهما تكون وما تحكموش على حد غير لما تشوفوا اللي قدامكم يستحق الحكم ده ولا لأ ما تقلقوش لان اموركم كلها هتمشي زي ما انتو عايزين اوراقكم كلها هتتم الفترة اللي جاية ايه الحاجة اللي انتو فقدينها ومازال بتدوروا عليها يعني حاجة انتو فقدينها ممكن يكون شعور احساس انتو في حالة فقدان لطاقة معينة ايه حاجة انتو فقدينها وبتحاولوا يعني يكون فيه توازر عندكم او فيه تحقيق البعض منكم ناوي على حاجة جديدة البعض منكم خايف يكون خد قرار ومتسرع فيه مين الشخص اللي نهيته معاه علاقة بسبب فتنة الطرف ثالث موجود مازال موجود في حياتكم لسه مخرجش او خرج فترة ورجع تاني الطرف ثالث عندكم عندكم حرف الاي وحرف الان دول موجودين في حياتكم والازى جاي لكم من حرف الان خدوا بالكم عندكم حماس وتحقيق امنية البعض منكم عنده شهرة او انتو مستنيين شهرة شوف انتو مستنيين ايه انتو عندكم طاقة معينة جديدة ايه الحاجات اللي اعمالة تزيد عندكم وبتشتكوا منها في استجابة لدعاء عندكم طال انتظاره الاستجابة دي لاما زواج لاما استقرار في حياتك المادية الفترة اللي جاية انتو هتحصلوا على حاجات جديدة بس حاولوا ان انتو تاخدوا راحتكم في النوم علشان قلة النوم اللي عندكم دي مسبب لكم ضغوط نفسية وما فيش اي استكمال في حياتكم بسبب الضغوط اللي مقصرة عليكم كمان اقدر اقول لكم او ابشاركم ان انتو عندكم كضاء حاجة وهتبقى حاجة انتو بقالكم مدة منتظرينها لكن الحزن اللي عندكم هيتبدل لفرح وكمان انتو في هنا زيارة زيارة مفاجئة او حد هيكلمكم مفاجئ امور هتحصل عندكم مفاجئة الايام دي مين الاشخاص اللي من ابراج هواية موجودة عندكم في حياتكم ومنكم ما بينها كلام بينكم ما بينهم مواضيع او فيه طاقات بتتفتح ما بينكم وبلاش تجيبوا اللوم عليكم في كل حاجة حاجات انتو ممكن ما يكونش ليكم زمن بتجيبوا اللوم عليكم فيها وانتو حرفية ما تعرفوش عنها حاجة او بتقولوا مش عارفين في حد حاسس ان انتو قليلين وبيتكبر عليكم او دايما بيقول ان يعني بيباني ان هو متكبر او هو شخصة اناني اصلا بس بيباني ان هو مفيه ازايه بيباني ان هو كان عادي ومش عادي وانتو ما بتحبوش الطاقة دي مع بداية الايام اللي جاية هيكون فيه طاقة جديدة الطاقة الجديدة دي هتخلكم تحسنوا من الاجدار اللي عندكم وهتدفعوا عن نفسكم بشكل كبير جدا وهيكون فيه تحسنات ايجابية ليه علشان انتو نويين على التحسنات اللي انتو حاليا بتستنوها او حاليا بتحسبوها بالورقة والقلم كمان انتو هنا على وشق النقلة الجديدة او على وشق الحلم بتاعكم فاقوعوا تتخلوا عن الحلم بتاعكم مهما تمروا بظروف اسيا او مهما الظروف عندكم تكون ازياكم فيه سكة جديدة هتتفتح لكم قدامكم السكة دي هتكون من عند ربنا هيكون فيها رزق كبير وهتلاقوا الحاجة اللي انتو فقدينها بقالكم مدة انتو كمان قررتوا لفترة دي ان انتو تبعدوا عن حد متأكدين انه هو ظلامكم وجاء عليكم وعشان كده قررتوا ان انتو خلاص تنسحبوا عنه فيه عقاب عقاب حد عقبكم به او انتو عقبته حد في حياتكم وفيه عقاب عندكم انتو عقبته حد عقاب وسبتوه ومشيتو وقلتوله حسب ان الله هو نعم الوكيل فيكم لانه سرق منكم الضحكة وسرق منكم كل حاجة في حياتكم طيب ايه الحاجة اللي انتو يعني ليها ذكرى معاكم خاتم سلسلة فيه حاجة عندكم بتحبوا تلبسوها جدا ليها ذكرى كبيرة جدا عندكم او ليها ذكرى كبيرة معاكم وان شاء الله باذن الله الحزن اللي عندكم ده هيتبدل لفرح وهيخلكم تنسوه بفضل ربنا علشان انتو فعلا حرفيا ما بقتوش طيقين اي حد حتى الناس اللي عندكم او حواليكم بقتوش طيق فعلا ما بقتوش عايزين تكلاموا مع حد عايزين تفتحوا مواضيع مع حد طول وقت مش عايزين ان انتو تقيم مش عايزين حتى حتى يهتم بيكم الامور عندكم بدأت تتغير او انتو بدأتوا تتغيروا مين الحد اللي عندكم بدأ يروح لدكتور نفساني بدأ يشوف ايه اللي عايز يعمله فيه امور عندكم بتستجدوها انتو دايما بتحمل الناشئ الناس اللي حواليكم ودايما بتكرموا الناس اللي حواليكم على نفسكم وبدأتوا تأذوا نفسكم من اجل الاخرين ايه النتيجة في الاخر انتو اللي تعبتوا والناس اللي كانتوا معاهم عيشوا ملح ما تمارش فيه حصل ولا ما حصلش اتخزلتوا جدا من ردة فعلهم وعشان كده قلتوا احنا ملناش نصيف في الحب احنا نصدنا في الحب ما فيش اي تجديد فيه دايما محطوط عليكم في المسئولية بتتحملوا مسئوليات فوق الطاقة بتاعتكم وما فيش حد واقف جنبكم في اي حاجة قررتوا ان انتو تشتغلوا في وضع معين للافضل وفي تحقيق لاشياء جديدة انتو قدامكم حصل عندكم اكتر من مرة خيبة امل بس برضو مازال بتعفروا وتجهدوا ديكم يومين او تلاتيان بالظبط فيه مكالمة مستنينها من حد او فيه حاجة تخص حد انتو مستنينها الفترة دي ومجرد ما هتجيلكم هتحسوا قديه اني ربنا كريم عليكم اني ربنا هيحق لكم جزء من حاجة معينة لكم او هتبدأوا ان انتو تبقى فيه رسالة بينكم وبين شخص الله اعلم بس حرفين هيكون فيه تميز حلو وهيكون فيه طاقة ايجابية بتعانوا الفترة دي من بعض الوجع اللي في الجسم او من بعض الامور اللي عملة تزيد عندكم ما خلياكم مش عارفة تتواصلوا مع الناس اللي حواليكم او الامر المعاكس عندكم ما خليكم دايما مش عارفين تشوفوا الناس اللي حواليكم بتفكر ازاي انتو عندكم خطوة جديدة او رسالة جديدة او قرار جديد هتاخدوه كمان افكاركم الفترة دي فيها تصرع وفيها عصابية حاولوا تهدو من التوتر وتشيلوا الموضوع اللي مدايئكم وزي ما قلت تحطوا نقط على حروف وتبدأوا بداية لان انتو هنا عندكم نتيجة حلوة رغم ان انتو دخلتوا في فترة منعزلة بس فيه بعض الامور هتحاولوا تخرجوا منها في فترة ايجابية فيه كمان خروج من الطاقة السلبية وهتخرجوا لعالم تاني او لحياة تانية او لامور تانية خالص والمشكلة اللي عندكم دي هتنحل بشكل كبير جدا وهتطلعوا من بعض القلق وبعض الحيرة عندكم شخص نرجسي شخص علاقته بكم مش لطيفة خالص انتو هتقيموا العلاقة دي وهتعيدوا ترتبتكم من جديد وهتعيدوا حسابتكم من جديد لو انتو عندكم خوف او بعض الامور اللي قلقاكم او بعض الامور اللي يعمل لكم ازم انتو حاليا هتتخطوا كل المشاكل اللي انتو فيها وهيبقى فيه نصرة عندكم وهتبقى فيه رسمة امور جديدة في تغيير مكان لمرحلة تانية او فيه ازدهار لكم كمان انتو هنا هتبعدوا عن الخلافات كلها اللي وعت عليكم وزي ما قلت ان انتو هتعرفوا الشخص اللي عمل لكم فتنة وناميمة في حياتكم وانتو هتغلوا بخصوصه قرارات كتير او هتبدأوا مواضيع كتير فيه طاقة ردد للمتجوزين المتجوزين انتو بتعانوا من بعض الغموض او بتعانوا من بعض ان الشريك مهمل معاكم في المعاملة بس هتكتشفوا سر مخيف لكم المفاصلين انا دايما اقول لهم ان انتو محطوطة عليكم وانتو اللي بتدخلوا لنفسكم طاقة التردد وطاقة الحيرة فلازم تطلعوا من الخمول اللي انتو فيه من الطاقة اللي مؤثر عليكم بشكل كبير علشان انتو مش حملة اي طاقة سلبية انتو بتحاولوا ان انتو تتمشوا او تبعدوا او ترتبوا اموركم وعشان كده عندكم تبدأ تيسير معاكم في بعض الامور من بعد وقف الحال وعندكم كمان اي